شعب يريد دولة مدنية الشعب يريد دولة مدنية هكذا صدح الثوار فجر الحادي عشر من فبراير وهكذا بدت أحلامه الغضة نشد ثوار فبراير التحول إلى دولة نظام وقانون فواجهته المشاريع ما قبل الوطنية بجميع أنواعها والتفت على هذا الحلم بعيد الثورة وتحديدا منذ فرض المبادرة الخليجية ابتدأ انحراف مسار الثورة فخلال عامي 2012 و2013 تقاسمت الأحزاب الموالية للثورة السلطة مع نظام صالح بينما ضلت القوة العسكرية بيده إلى ما بعد ذلك وخلال هذه الفترة نشأ تحالف على هامش الدولة بين خصوم الثورة والأمس انتهى بتنفيذ انقلاب عسكري أطاح بالدولة وأدخل البلد في أتون حرب أهلية كانت فبراير لحظة تعريف جديد بالمجتمع اليمني للعالم ولنفسه الطالب والأكاديمي والفلاح والجندي برزوا في ثورة فبراير باحثين عن يمن جديد أبناء القبائل أيضا ضربوا مثالا مدنيا مبهرا في الثورة وأظهروا روحا مدنية كانت مغيبة عنهم قبل ذلك المرأة اليمنية خلال نشاطها في يوميات الثورة أذهلت العالم بأكمله وظهرت شريكة للنضال وسباقة إليه وكانت الثائرة والملهمة فقد حطم صوتها كل القيود وسمعه العالم أجمع كانت المرحلة الانتقالية بمثابة فترة اختبار وتجريب لكافة الطموحات ونمت فيها الأهلام على الشوارع والأرصفة المرحقة بحقبة عقود طويلة من احتكار السلطة وكانت رؤية رئيس جديد للبلاد تدفع الكثير من التفاؤل في النفوس خطوات حثيثة كان اليمنيون يتوثبون للمضي نحوها فبدأت عملية هيكلة الجيش والتأم الحوار الوطني وتم إعداد مسودة للدستور وتشكيل لجنة انتخابية جديدة وأصبح البلد أقرب للعبور من عنق الزجاجة قبل أن تختنق الأحلام فجأة بعد أكثر من أربعة أعوام حدثت الانتكاسة التي كان العالم يتفرج على فصولها ويغض الطرف عنها حينا ويشجعها أحيانا أخرى حتى وقع المحظور وسقط فأس الانقلاب على رأس الدولة اليمنية شركاء السقوط كثيرون وإن اختلفت تقديراتهم وأهدافهم إلى أن الفشل كان فعلا جماعيا تواطأ الجميع عليه بقصد وبدون قصد ورغم كل ذلك ما زالت الأحلام مشرعة على بوابة فبراير لكن هذه المرة سيكون المخرج مختلفا وعبر بوابة جديدة لا تشبه ما سابقها ولا تنتمي لغير الأهداف الخالدة للثورة السلمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر